مرحبا بكم أنا مضيفكم لليوم جرير دبابني ونبدأ من الأزمة السورية في الحرة الليلة حياة ملايين المدنيين السوريين في خطر مجددا بعد حصر مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بمعبر واحد فقط هذا ما أكدته وكالات الإغاثة العاملة في سوريا في أعقاب تصويت مجلس الأمن على تمديد أجل العملية الإنسانية المستمرة منذ سنوات ست والذي استخدمت روسيا والصين حق النقد ضده من أجل فرض تخفيضا هائلا في حجم المساعدات لا ضير من تجويع الملايين والمخاطرة بأرواحهم إذا كان ذلك يساعد على تحقيق أهدافنا السياسية هذا هو لسان الحال الروسي والسوري منذ بدايات الأزمة السورية قبل نحو عشر سنوات وحتى اليوم وهذا ما عكسته أخيرا طريقة التعاطي مع المساعدات الإنسانية الدولية القادمة للسوريين عبر الأراضي التركية فبعد أسبوع من الانقسامات تبنى مجلس الأمن الدولي مقترحا ألمانيا بلجيكيا ينص على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال الغربي سوريا معبرا وحيدا مفتوحا لمدة عام أمام المساعدات أي في المقابل وقف دخول المساعدات عبر معبر باب السلام الحدودي روسيا ومعها الصين كانت قد أجهضتها باستخدام حق النقد الفيتو مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد العمل بآلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا مدة عام أما ذريعتهما في هذا الشأن فهي أنه من الممكن إيصال المساعدات إلى الشمال السوري من الأراضي الخاضعة للنظام الأسد بحيث لا يتم انتهاك السيادة السورية وفق تبريرهما حجة وحية هدفها أولا وضع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري تحت رحمة الأسد وحلفائه وثانيا دفع الحكومات والمنظمات الدولية إلى التعامل مع حكومة دمشق باعتبارها ممثلا للشعب السوري رغم أن النظام برمته فقد شرعيته منذ زمن بعيد ونتيجة لذلك باتت حياة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح سوريا مهددة بالخطر وفق ما أكدته وكالات الإغاثة العاملة في سوريا في بيان مشترك البيان ذكر أن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يأتي بعد أشهر من إسقاط نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين أيضا يعتبر ضربة مدمرة لجهود الإغاثة خصوصا مع تأكيد أول إصابة بكوفيد 19 في إدلب فيما مئات الآلاف من السوريين في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء لكن رغم كل شيء فأن قرار الإبقاء على معبر باب الهوى مفتوحا يشكل انتصارا كما تقول واشنطن نظرا لتعنت حليفتي دمشق، روسيا والصين واستعدادهما لاستخدام حق النقض لفرض تخفيض هائل في حجم المساعدات الإنسانية وفي هذا السياق قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كالي كرافت إن النظام الأسد لم يظهر بعده أي استعداد لإنهاء الحرب ضد شعبه ولذلك ستظل الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب الشعب السوري لضمان وصول المساعدات إلى من هم بحاجة إليها إلى حين يتخذ النظام وداعموه خطوات ضرورية لا رجعت فيها لتنفيذ الحل السياسي اللازم لإنهاء الصراع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 من عمان ينضم لي عبدالله زيزان الكاتب والمحلل السياسي السوري ومعي من موسكو سيرجي فوربيوف الدبلوماسي الروسي السابق مرحبا بكم أستاذ عبدالله هل ذهبت وعود روسيا بحماية المدنيين وضمان أمن المدنيين أدراج الرياح بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة لشهداء الثورة السورية الشعب السوري لا يريد من روسيا إلا أن تكف أذاها عن ذلك الشعب بعد أن نكلت به وقتلت آلاف من المدنيين ومن النساء والأطفال ودمرت المستشفيات والمدارس والأسواق هي فقط تريد أن تكف شر روسيا ولا تري شيئا غير ذلك يعني الآن لا يريد الشعب السوري أن تقوم روسيا بمده بالإغاثة خاصة بعد انهيار الليرة السورية ما يريده الشعب السوري فقط أن تسمح روسيا بالمساعدات الإنسانية للمدنيين للأطفال للنساء حليب الأطفال فقط يريد الشعب السوري أن تصل تلك المساعدات إلى محتاجها روسيا لا تكتفي فقط بقتل الشعب السوري من خلال القنابل العقودية ومن خلال قصف الأهداف المدنية لا إنما تريد أيضا أن تستكمل جرائمها من خلال منع المساعدات الغذاء والدواء من المصول إلى المحتاجين في الشمال السوري طبعا ومختلف المناطق في سوريا إذن روسيا لم تخل فقط في تعهداتها بحماية المدنيين بل هي أوغلت في دماء السوريين قتلا بشتى الوسائل وليس آخرها هذا الشكل الأخير الذي يأتي على شكل الموت البطيء هذا الموت الذي ربما يكون أسوأ من الموت بفيروس كورونا أسوأ من الموت حتى ربما من الكيمياوي عندما يجد أبنائه يموتون من الجوع ولا يستطيع أن يقدم لهم الغذاء أو الدواء هذا هو الموت بأسوأ صوره الآن يمارس في سوريا ما هي الدفوع روسيا عن نفسها أستاذ سرغي أمام كل ما قاله أستاذ عبدالله العلاقة روسيا الاتحادية بقتل الأبرياء وبالعجمات على الأغراض السلمية عبارة عن افتراف وكلام فارغ نحن نستمع إلى مثل هذه الاتهامات وصراحة ليست لها أي قيمة المشكلة في أوضاع الشعب السوري فعلا الشعب السوري اليوم يعاني من الأزمة الاقتصادية الخانقة كمعنى الأزمة المالية ومالاش في الشديد نفس الوضعية تقريبا في البلد المجاور والبلد الصديق أنا أقصد لبنان والوضعية في لبنان تزيد تعقيدا الوضع في سوريا أما عملية إيصال الإغاثات إلى سوريا نحن طبعا حرسين كل حرس على إشراف النظام الحاكم الإشراف على عملية نقل المواد الغضائية والأدوية وما إلى ذلك بكل صراحة نحن في موسكو والجوز من المستشرقين الروس والجوز من الطابق الحاكمة نحن غير مقتنعين بسياسة النظام الحاكم وقد حان الوقت من زمان لإطلاق الحوار السوري السوري ولكن في غضون الفطرة الأخيرة ليس هناك حتى أي مواشرات إيجابية لبداية عملية الحوار السوري السوري طيب ولكن كيف يتوازى ذلك تقول بأنه لا يوجد رضا على أسلوب نظام الحاكم ويعني تودون فقط تمرير المساعدات عن طريق النظام أنت تعلم أن هناك أزمة ثقة كبيرة اليوم ولكن لربما هذه عقدة جديدة تضعها روسيا بالمنشار اليوم أليس من المهم أن تصل المساعدات إلى مستحقيها بغض النظر عن الطريقة اليوم بشكل أو بآخر ما هو سبب هذا الإصرار الروسي أن تكون السياسي لا أود أن نتكلم عن قضية يجب عليها والسيادة أود أن أسمع من حضرتك أستاذ سيرجيز سبب سياسي واضح لأن تصر روسيا على أن تبقى المساعدات فقط بإشراف النظام على أساس النظام هو جهة شرعية وحيدة في الجمهور العربية السورية وبالمناسبة فيما يخص المساعدات الروسية هي مستمرة وهل دفاع روسي عن أن النظام هو الجهة الشرعية الوحيدة يستحق موت أكثر من مليون شخص أو انقطاع المساعدات عنهم لا يمكن لروسيا أن تتغاضع عن هذه النقطة دعنا نعتبرهم شخص واحد فقط شخص واحد يموت هل يستحق ذلك أم لا لا بقول تأكيد لا وروسيا من جهة الدولة يعني ما زال تمارس نفسه سياسة تقديم الإغاثات عن طريق القائد الجوي في حميمين ويوميا تلجون روسي ينقل ريبورتاجيات حول توزيع المواد الغذائية والأدوية في مناطق سورية مختلفة بالمناسبة مختلفة ولكن القضية في الشمال هي مختلفة أيضا لها نوع من أنواع الخصوصية لا ننسى أن هناك معابر أخرى مع العراق ومع الأردن أيضا يعني أود أن أتعرف أكثر على تفاصيلها ولكن لربما الوقت لا يسعن أكثر لذلك ولكن نتحدث عن الخصوصية تحديدا في الشمال سامحني أطلت عليك أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله يوضع أو يوصف الوضع أيضا بأن هناك من يستفيد بأن هناك فعلا انتهاك السيادة السورية تستفيد من ذلك تركيا تستفيد ليرة تركيا أيضا مما يجري في الشمال من هذه المعابر أيضا وتشكيل ولاءات وطنية جديدة لخارج سوريا هل هذا يحصل؟ ما هي دفوعك اليوم؟ عمن يطرح ذلك أمام سعيكم وراء فتح العديد من المعابر يعني هو ابتداءا بس للرد على ضيفك صد أسهل طريقة للهروب هي النفي وتكذيب الجهة المقابلة رغم أن ما وقع في سوريا من جرائم هي جرائم وثقة حتى أن الشبكة السورية حقوق الإنسان وثقت حتى 39 من عام 2019 بمن سبت مرور خمسة أعوام على التدخل الروسي أكثر من 6600 شهيد أكثر من 1900 طفل من ضمنهم أستاذ عبدالله حتى نكون نصفين أعطيني في القضية الإنسانية يوجد هناك أكثر من 15 فيتو روسي كلنا نعرفه يعني في نول بداية الملف السوري إلى الآن غير الكثير وهذا واضح وفيه أشياء لربما أخرى ولكن أنا تحديدا أود هذه النقطة لها بالنسبة لموضوع المعابر ما تقوم به روسيا هي أكبر عملية ابتزاز لشعب بأكمله نسمع بالابتزاز لأفراد ربما ابتزاز لجماعات لكن ما تقوم به روسيا هي عملية ابتزاز لشعب سوري بأكمله إما أن تقبلوا ببشار الأسد وتدخل المساعدات من خلال هذا النظام وإما عليكم أن تموتوا جوعا ماذا يعني هذا الفيتو؟ هذه أكبر عملية ابتزاز في التاريخ الحديث وللأسف أقول أنها تجري ضمن صمت المجتمع الدولي لا يعني إذا استخدمت روسيا الفيتو أن على أمريكا والمجتمع الغربي أن يرضخ إذا علمنا أن هناك أطفال يموتون نساء تموت شيوخ لا تصل إليهم الطعام والغذاء والدواء فإن هذا الفيتو ليس مبررا لتلك الدول لإيقاف المساعدات لمحتاجيها إذن ما تقوم به روسيا هي عملية ابتزاز سياسي تشمل الشعب السوري بأكمله عليهم أن يرضخوا لحكم بشار الأسد أو عليهم أن يموتوا جوعا يعني تضع الشعب السوري أمام خيارين لا ثالثة لهما وللأسف الشديد نجد أن المجتمع الغربي لا يحرك ساكنا لا يمكن وصف ما يقوم به أو لا يمكن أن يقبل أحد أن ما تقوم به روسيا هو لأجل بين قوسين شرعية النظام السوري المتهالكة والتي سقطت منذ أن قتل أول متظاهر في مدينة درع عام 2011 نحن لا نتكلم عن هذه الشرعية لكن هذه الذريعة ساقطة لأن هناك ألاف ومئات الألاف سيموتون موت بطيء نتيجة وقف تلك المساعدات لأجل إرغام الشعب السوري وإرغام القوى الثورية والناشطين من الشعب السوري للقبول بما تمليه روسيا على هذا الشعب ما هو الثمن الذي ستدفعه روسيا يا أستاذ سرغي بعد مطارحه أستاذ عبدالله وأيضا ما جاء حتى على لسان ألمانيا هذه التي ترأس مجلس الأمن الآن وتقول لك بأنه وما بات واضحا أن روسيا تسيس القضية أنا أخذ الكلام بمجمله أنا لا أنقل حرفيا عما جاء على لسان ممثل ألمانيا في مجلس الأمن ولكن قال بأنه كيف يمكن لهؤلاء اليوم أو مستقبلا النظر في المرأة بعد ما يفعلونه هل تثبت روسيا على نفسها أنها تسيس قضية إنسانية أعطيني تعريف آخر إذا تكرمت أستاذ سرغي لا عندي اقتراح عندي اقتراح بسبب المستشعق وقضيت قربة 20 سنة في المنطقة العربية كما ذكرنا لا نشاهد لحد الآن على الحوار السوري السوري وتم إقرار إسال الإغاثات إلى سوريا عن طريق معبر واحد إذن الوضع في سوريا هو وضع يأس مثل هذا الوضع يتطاوب قرارات استثنائية وفي إطار في السياق يعني الحوار السوري السوري ربما يمكن تشكيل اللجنة الوطنية لتوزيع اللغاثات الواردة إلى سوريا يا أستاذ سرغي يعني الحديث عن إطار تشكيل لجنة وهناك أول حالة إصابة بكوفيد ناينتين بإدلب يا أستاذ سرغي حالة واحدة فقط تكفي لموت والقضاء على الآلاف هناك يعني أنت برأيك اليوم وكمستشن الإنسانية في هذا الجانب ألا تقضد اليوم تجاوز هذه النقاط أم موت هؤلاء كلهم يا أستاذ سرغي أرجوك الكلام عن الوباء العالمي هذا هو كلام لحاله في أمريكا اليوم مثلا عدد الوفيات يا أستاذ أمريكا مش إبنب يا أستاذ سرغي رجاء هذه مقارنة يعني مقارنة بعيدة جدا يعني الأماكن اليوم التي على صفيح ساخن وتعاني من اشتباكات وحروب عندما يكون فيها حالة واحدة إصابة يعني هذا مختلف يا سيد الكريم من يسكن في سوريا الشعب العربي السوري ليس كذلك الشعب العربي السوري رغم وجود التبيونات وفئات والفصائل وفي الظروف الاستثنائية أقترح تشكيل اللجنة الوطنية الاستثنائية لتوزيع الموضة الغضائية والأدوية هذا هو القرار طيب هناك مقترح في سياء اطلاق الحوار السوري السوري هناك مقترح مقابل لما تتفضل به يتحدث لإتلاف المعارض يا أستاذ عبد الله ويقول لك أنتقل إلى أستاذ عبد الله يقول لك الإتلاف بأنه يعني هل أو سنسعى إلى أن يكون هناك مسار بديل غير الأمم المتحدة غير مجلس الأمن هل هذا معقول كيف يمكن أن يكون هناك مسار بديل للمجتمع الدولي غير هذا المسار لتجاوز الفيتو الروسي يعني بكل تأكيد على الشعب السوري أن يبدع أفكار جديدة للخروج من هذه الحلقة يعني المجتمع الغربي الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية تتحجج أنها تريد أن تقوم بطريقة قانونية بإدخال المساعدات ثم تصطدم بالفيتو الروسي ثم يقع الشعب السوري ضحية هذه المؤامرة أنتح التعبير إذن لابد من إيجاد حلول أخرى لابد من إيجاد بدائل للخروج من هذا المأزق لا يمكن أن يصمت الشعب السوري لا يمكن أن تصمت المعارضة أمام وفاة ربما عشرات ومئات ربما من السوريين نتيجة وقف تلك المساعدات إذن لابد من أن يكون هناك خطوات أخرى أفكار أخرى تدخلها سواء الاتلاف أو غيرها لأجل إدخال تلك المساعدات حينما يتحدث ضيفك عن حوار سوري لماذا نضع أصلا قضية القضايا الإنسانية ضمن الحوار هذه قضايا فوق تفاوضية أصلا أن لا تدخل في قضية حوار لا يدخل في قضية جدل هناك أناس محتاجين إلى مساعدات أدوية هل هذه تحتاج إلى مفاوضات هل هذه تحتاج إلى حوار سوري كما يريد ضيفك لأجل إيصال تلك المساعدات هذه قضايا فوق تفاوضية قضايا إنسانية أساسية لا يمكن أن يصبر عليها لا الاتلاف السوري ولا غيرها من قوى الثورية السورية لأجل أن يوجد حل لا يمكن أيضا أن نتسول على أبواب الدول لأجل إدخال مساعدات إلى الشعب السوري لا يبد للشعب السوري أن يبتكر آليات جديدة ماذا ستفعل أو ستفعل الاتلاف في ظل أقل من دقيقة الحوار مفتوح يعني الآن مليون 300 ألف سوري معرضين لانقطاع المساعدات عنهم كيف سينتظر الشعب السوري قرارات جديدة من الأمور المتحدة ونجد أن كل قرار ربما يكلف ستة أشهر إلى عام حتى يتم استضاره نصف دقيقة أرجوك بالإضافة إلى الإغاثات الرسمية عن طريق الحكومات تأتي إلى سوريا الإغاثات من المجتمع الأغلي ما هو يتهم النظام يا أستاذ سيرجي يتهم النظام بأنه يأخذ هذه المساعدات ويقوم بتزويد لربما جبهات القتال فيها لا تذهب إلى المحتاجين لا المقاربة من هذا الموضوع أنا شرحت الجوهر أفضل شيء تشكيل اللجنة الوطنية خلينا نسميها موقتة اللجنة الوطنية الموقتة للتوزيع الإغاثات الواردة إلى سوريا أود أن أشكركما والوقت أدركني سامحوني شكرا لك من موسكو سيرجي فوربيوف الدبلوماسية الروسية السابق شكرا لك من عمان عبدالله زيزان الكاتب والمحلل سياسي سوري شكرا جزيلا لكم